في draw work احد مكونات منظومة الحفر الرق components ويمثل هذا الجزء ميكانيكي يحتوي على بكرة هذه البكرة وظيفتها الاساسية هي رفع وانزال خلي نقول traveling block traveling block هاي المعدل اللي راح نلاحظها لاحقا مشنو فائدتها فdraw works عبارة عن بكرة مثل ما اللاحظ بالصورة تلتف عليها سلك السمدر اللاين خيط الحفر ومهمتها رفع وانزال المعدة traveling block او الجزء المتحرك الكليهوز الكليهوز هو خلي نقول pipe hose يعني مثل الكلمة يعني مثل خلي نقول pipe او صند marina flexible steel reinforced يعني مصنوعة من steel وتتحمل الضغوط العالية هذا شنو وظيفتها تربط الى الكلي تربط الى stand by and allow free vertical movement of the goze neck on the swivel above the calip while facilitating the flow of a drilling fluid through the system and down drill string نفس المرة الاخرى الفائدة الاخرى هذا يسمح لي بحرية الحركة للgoze neck الgoze neck عبارة عن توصيله تجي من الموت تانك خلي نقول و تجيب لي سائل الحفر تخلي ينزل داخل drill string داخل خيط الحفر يعني هدفها هذه المعدل كليهوز هدفها ترتيب الالية لنقل سائل الحفر اثناء عملية الحفر وكذلك تسهيل عملية الدوران لمنظومة الحفر يعني تسمح بالاثنين ايضا نقل السائل وايضا تسمح مرة اخرى بالrotating او دوران منظومة الحفر الgoze neck الgoze neck مثل ما تلاحظ هي عبارة عن معدة تكون بهذا الشكل هدف المساهمة في عملية تدوير سائل حفر ضمن منظومة التدوير قلنا منظومة التدوير هي عملية نقل سائل الحفر من خزانات المود الى داخل البئر حفر هاي كل هالتوصيلات الgoze neck هذا هدفها يصال سائل الحفر الى داخل منظومة الحفر وكذلك ايضا توفير حرية بالتدوير لمنظومة الحفر ابتداء من الgoze والgoze neck والbit تلاحظ بالصورة اللي امامك محددي وينه طبعا التربلينج بلوك يحتوي على عدد من البكرات اللي يعني يلف علي خيط الحفر و خيط الحفر مرة اخرى من التربلينج بلوك يروح على بكرات اخرى تكون ثابتة التربلينج بلوك من اسمه بكرات متحركة تفيدني بانزال واخراج المعدات الى داخل وخارج البئر التربلينج بلوك مرتبطة ببلوك اخر ثابت اعلى من عنده الاثنين الجزئين يمر عليهم خيط الحفر الجزئين هذي يمر عليهم خيط الحفر لـ بحيث يسهل لعملية رفع وانزال المعدات الى داخل البئر خلونا نقرأ اذا عندي كراوني بلوك اللي هو جزء ثابت وتربلينج بلوك اللي هو جزء المتحرك هذين الاثنين يمر عليهم يرتبط بهم خيط الحفر للمساعدة في عملية انزال واخراج المعدات من داخل البئر طبعا بالتربلينج بلوك بعدين يرتبط به فالشي يسمى الخطاب الهوك الهوك الخطاب هذا كلهم المعدات تساهم بانزال و اخراج المعدات من داخل البئر المنظومة الاخرى اللي هي الحاجين عليها الكليهوز والسوبل والقوزنك ذني كلهم يساهم بامرار سائل الحفر وبنفس الوقت تسهيل عملية التدوير لمنظومة الحفر كراون بلوك الكراون بلوك اذا تلاحظ هو الجزء الثابت من هو الجزء الثابت من البلوك اللي حتينا عنه اسفل من عند هذا هو الجزء الثابت يمر به خيط الحفر واسفل من عنده اللي حتينا عليه قبل شوي الكراون بلوك هو الجزء الثابت من البلوك ايضا يحتوي على عدد من خلينا نقول البكرات ويمر علي خيط الحفر يعني خيط الحفر ينطلق من البكرة مالته خلينا نشوف خيط الحفر جديد شار رقمه سبع خلينا نرجع للشكل مالتنا الأصلي المخطب لاحظ سبع وين هنانا هذي سبع بكرة مالتفع عليها خيط هذي الخيط يسعد يمر علي هذا الجزء الثابت وينزل على هذا الجزء المتحرك هذي خلونا نجي على تسعة والقوزنك عشرة لاحظ هذي تسعة هذي وهذا تلاحظ مرتبط بالمتانك اللي رقمها واحد يساهم بعملية نقل سائل الحفر إلى داخل منظومة البئر وهذي المنظومة هذه المنظومة النقل بنفسها مرتبة بطريقة تسمح بدوران المنظومة وانتقال عملية التدوير إلى عبر خيط الحفر إلى الحافرة الدرك أو السارية هو هذا الجزء بس البرج هذا العمام السارية بنسمها هذي السارية كلها تحتوي المعدات كلها ماتتي المعدات الأخرى كلها موجودة سارية شه تسهل لي تسهل لي عملية إنزال المعدات داخل البئر وكلالك أخراجها تساهم لي أيضا بترتيب المعدات داخل هذه المنظومة أيضا ضمن هذه المنظومة توفر لي أو تساعد بتوفير أو ضمن شروط توفير عملية التدوير للحافرة إلى أن تقوم بعدها واجبها في عملية الحافر يعني السوفل يسمح لي بالتدوير بتدوير المعدات يعني يعني فدمفصل يساهم بتدوير المعدات بتدوير المنظومة بشكل أفقي وعمودي بالمنظومات الحديثة خلينا نقول النوعيات الجديدة من تستبدأ بالتوب درايب عبارة عن محرك يوفر لي يساهم لي بتوفير التدوير ضمن منظومة برج الحفر الروتري تايبل أو المنظر الدوارة المنظر الدوارة توفر لي التدوير بالأساس يعني هي نقطة التدوير لخيط الحفر والبت التدوير يتم عبر انبوب يسمى الانبوب المبلع أو الكيلي الدرل بايب الدرل بايب انت من تحفر بئر مع الوقت شي يصير بالعمق يزيد يعني مع الوقت يزيد العمق فاش تحتاج في كل مرة تربط توصيلات حتى توصلك للعمق المطلوب يعني من يزيد العمق شي يحتاج يعني خيط الحفر يحتاج يزيد طولة شون يزيد طولة يربطون في كل مرة انت تربط بي درل بايب تربط بي تربط بي الى آن توصل الى نهاية العمق المطلوب فدرل بايب هو يعني عبارة عن توصيلات الهطول محدد ستاندرد عالميا في كل مرة تزيد عملية الحفر تربط درل بايب حتى تلائم العمق الموجود طبعا هاي كلها موجودة او يتم ترتيب هذا من منظومة البرج او لاحظ يعني مجوف يكون حتى يساهم لي بتوصيل ساعة للحفر ايضا يعني تكون اعدات للربط بين الحافر الموجودة بالاسفل وبين منظومة التدوير على السطح حتى توصل منظومة تدوير ساعة للحفر نقصد حتى توصل ساعة الحفر الى الجو يعني الدرل بايب بتكون مجوفة او بيها بيها مسار كونديوت هاي الكلمة كونديوت يصال يصال ساعة الحفر الى جوف البئر يعني ساعة الحفر ينطلق من ما التانك يمر عبر الدرل سترينك ما يتم ملئ البئر بي بشكل عشوائي ويخرج من فتحات موجودة بالبت الحافرة ويخرج الى جوف البئر البلو آتو بريبينتر هي عبارة عن معدة ثقيلة تتكون من عدة صمامات هدفها منع البئر من الانفجار منع البئر من الانفجار تغلق تسيطر عليه تسيطر عليه عملية الحفر وذلك بمنع البئر من الانفجار طيب خلينا اقرب البلو آتو بريبينتر الرمز معلته بي أو بي بي حرف الاول أو والأوت وبي والبريبينتر بي أو بي بلو آتو بريبينتر إز ألار تسبيشيلايز دوال صمام يوز تسيل غلق كونترول وان مونيتر ذا وع يعني الهدف الاساسي معلته غلق ومراقبة البئر حتى لا يصير بانفجار شو نقصد بانفجار البئر ببعض الاحيان سرع لنا مشاكل سائل الحفر ما يبقى يسيطر على ضغط الطبقة ضغط الطبقة عادة يكون عالي جدا ضغط المكمن فهنا نساء الحفر ما يبقى يسيطر نتيجة لمشاكل محددة خلال عملية الحفر مثل الفقدان مثل عدم تحديث الكذافة المناسبة خاصة بالآبار الاستكشافية إلى آخره فيصير جريان عكسي من المكمن إلى السطح وهذا يكون غير متوقع مفاجئ إذا تم اكتشافه بوقت مبكر يمكن السيطر عليه بواسطة البلو آتو بريبينتر والتم السيطر عليه بموضوع خاص وتزمر عملية الحفر من يصير عندك أما إذا صار انفجار بعدها ينتهي البئر ويكون هذا خسارة كبرى والأهم تكون بهذا الحال إذا انفجر البئر تكون الأهم من قبل حياة الناس والكادر اللي موجود بالقرب منه بلو آتو بريبينتر وفد وورك وذي اكستريم اراتيك ورشور ان ان كونترول فورميشن كيك تسمح بالسيطرة على الضوء العالي للطبقة وتمنع الجريان الغير مسيطر عليه من الطبقة الجريان العكسي من المكمل إلى السطح الغير مسيطر عليه يعني تكون إلى حدث رهيب أو حدث مدمر يعني بنفس الوقت إضافة إلى أنه يتسيطر على الضغط تمنع السوائل من الخروج من البئر يعني يتمنع السائل من الجريان العكسي تمنع من الخروج إذا صار الانفجار بعد انتهى الموضوع انفجار البئر بس قبل الانفجار تصير مؤشرات أكو مؤشرات تصير عدنى فمن الممكن تلافي كارثة انفجار البئر يعني لسلامة العاملين بالموقع وإحنا سلامة العاملين تكون أهم شيء عندنا أهم شيء سلامة العامل أولا لأنه هذا من حقه حقه بالحياة تنحفظ وإضافة إلى أخرى إلى خبرته محتاجين لخبرته والحياة أي إنسان مهم يعني نحافظ على الفريق ونحافظ على المعدات وكذلك نحافظ على البيئة والمحافظة على يعني التكامل البئر هذه الشكل المخطط لاحظ متكونة من عدة رامات لأن كلهم المعدات طبعا تختلف باختلاف يعني اختلاف الشركة المصنعة واختلاف الطروب المستخدمة لها لكن هذا خلي نقول نموذج يعني نموذج مثالي ومخطط هذا قلنا رسميا المطلوبات للبرج وهذا الرسم فقط من هاي المخاضرة هذاني الرسميا المطلوبات هذا شكل حقيقي بلو اوتو بريبنتر يعني صورة هذي مو مخطط هندسي صورة هذا يعني صورة 3D هذه أيضا بلو اوتو بريبنتر هاي رام تايب بلو اوتو بريبنتر تكون بشكل رامات هوريزنتل بي او بي هذي انا اشكال صور قلنا للبي او بي خلونا نحتي الان عالدرل بيت الحافرة الحافرة اللي هي اهم شي جزء المفتصر بخيات الحافر ولي تحفر للصفور بيت او هالد او تول كالدرل كولر وي تروتايت ديم وي تروتايت ترك و اكزيال كورس تكريات الهو يعني عندي درل بيت الحافرة هي الي تحفر للدر بيش مرطبطة الحافرة مرتبطة بالانابيب اسمها درل كولر انابيب التثقيل انابيب التثقيل هدي انابيب التثقيل تتصل بيها بيت مباشرة انابيب التثقيل مرة اخرى هي تتصل بال abdomen انابيب الحافر يعني عندي حيكون الترتيب كلاتي من الأسفل البت الحافرة در الكولر أنابي بالتثقيل در البيب أنابي بالحافر طبعا در الكولر أنابي من اسمها أنابي بالتثقيل توفر لي وزن على الحافرة حتى تسهل لي عملية الحافر